اهلا بكم يا شباب في كورس كيميستر جاردين اي لرننج ورجعنا لكم بالشابتر جديد بعد غيبة طويلة كان لابد منها عشان انتو ترتاحوا وتشوفوا الكبستون الوراكو اه وانا ارتاح واشوف البروشيكتات الوراية بس كل واحد مننا ايه يخلص الوراك بس بس صحنا ايه الاسين كان احنا خلاص خلاصا لورانا كبستون البستراب تتسلم ومفروض بقى نبدأ نفوق بقى يعني خلاص الاكل والمرأة وقالة الصنعة مفروض ايه ما عادة خلص دلوقتي ايه نبدأ نشتغل ايه الشغل اللي على نظيف بس وما بذكر الشغل اللي على نظيف احنا جاين لكم بشابتر تقيل شويتين بس وهو مش تقيل قوي هو بس ان الفكرة ان احنا كل شوية بنطلع تمام احنا بنطلع بدل احنا ما كنا جوا مايكروستركتر كنا بندرس يدوبك مول ومول مولر ماس وحاجات ايه من تحت لتحت كده جوا ايه حاجات مش مالهاش لازمة تمام نبدأ نطلع لبرة نشوف يعني احنا خلاص فهمنا ان ده مش حاجة بتحصل كده وكيفا يكون لأ ده بيبقى فيه والرياكتر انت بتروح تبقى بريت معين والريت ده بيختلط على حسب معينة وهكزا شرحناه شبتر اتناشر تمام جينا بقى في شبتر ترتاشر نتكلم عن بتاع يعني ايه هو الاكوليبريم وزاي الاكوليبريم ايه بتاثر عليك وهكزا وزاي نقدر نقيه ان مسل الاكوليبريم بتاع اي اي كيميكري اكشن تمام ده باختصار اللي الشبتر بيتكلم عليه ونبدأ في اول حاجة في الشبتر وهي بتتكلم عن الاكوليبريم كوندوشن تمام احنا في الاول اتكلمنا خالص عن وقلنا ان اي ما بين اي بلوس بي يطلع لنا سي بلوس دي تمام انا عندي ايه ايه بيستهلك بريت معين ويطلع لسي بيستهلك بريت معين على حسب ايه الكوفيشنس اللي كانت هنا تمام بس يعني هنا الكوفيشنس ديت برضو ايه بتقصل معاها على احنا قلنا ان الرياكشن ريت بيتمثل بحاجة اسمها كيس غيره تمام ده هنكتب هنا من فوق ايه عشان ايه عشان ايه حد هشوف البتاع ريكاب تمام اه الريكاب فايه اه دلوقتي الرياكشن ريت بيتمثل ازاي؟ بيتمثل لي بتاع الكنسنتريشن بتاع الايه الكنترولينج ستب واحنا فهمنا ايه هي الكنترولينج ستب انا دلوقتي لو عندي في ميكانيزمة طويلة وحاجات زي كده فالكنترولينج ستب ديت ايه؟ ده بيبقي اه ده الريتسوري الريت اسم يسب handout Pvd F هيساوي K في الكنسنترشن بتاع الاتنينج دول ده لو هم ايه كنترولينج دقد ان في احنا مش بيبقي كنترولينج이랑 كان هشاء ونعم ده بتفصيلي ايه ايه مش لازم ايه اول الرياكشن ريتس ديت بتكون من او ممكن نقول الورورد Britt reaction تمام الورود عريرس رياكشن، في بداية الرياكشن خالص، لو انا عندي اه يعني هنفترض برضه ايه الرأكشن ده اللي هو اي بلس بي هيدي سي بلس دي تمام? انا عندي في بداية الرأكشن خالص في الانيشيال تمام? هيساوي ون مول تمام? البي نود هيساوي ون مول السي نود هيساوي زيرو مول والدي نود هيساوي ايه? زيرو مول برضه في الطبيعي, الطبيعي في المنظر زي ده ننا عندي الوان مول ايه مع الوان مول بي هيتحت مع بعض والوان مول سي مع اوان مول دي ده اللي احنا خدناه ايه? في الف ب كيمستري هقول لك لا الكلام دا مس صحة تمام؟ ليه الكلام دا مس صحة بق呢؟ عشان احنا كنا بناخد الموضوع من ناحية الحسابات فقط تمام؟ الحسابات السيوريتكول اللي مية في المية ما سيبدو حصل ايه السيوريتكول ننا اديك مول و مش عارب ايه اديك مولوف ايه تطلع للمولف سيلا هيطلع مية في المية تمام؟ بعد كده احنا حلنا حاجة اسمها البرسنت ييلد وهكذا طب ليه اساسا بيبقى فيه بيرسنت ييلد؟ ليه الحاجة متطلعش مية في المية تمام؟ اه ده ببساطة عشان انا عندي عمرهما بيستهلكوا بشكل كامل واي عامة عمره ما بيبقى فيه بتروح بنسبة كاملة اي بيبقى لي نسبة معينة من البرودكت بيثبت عنده تمام؟ انه الله النسبة هي الاكلبريم كونستنس اللي احنا ايه هنتكلم عنه قدام ايه هي الاكلبريم كوندشن؟ ان انا عندي يكون في حالة استاتيكلي دايناميك او سوري يعني ممكن نقولها بشكل اوضح ان انا عندي الحاجة بتتتحرك بشكل متساوي يعني دلوقتي اه ادي هنعمل هنا دي خانة 2017 تمام؟ اه اكتناس و خانة البرودكت تمام؟ خانة البرودكت طب جميل انا عندي في اكتنت ادي حب بقى اتنين تلاتة. وتعال نجيب لون تاني. ده ري اكتنت تاني. لونه برتقاني. ادي حبة اتنين تلاتة. تمام? يطلع علي واحد اتنين تلاتة. تمام? فده كأنه اه اه وان مول اف وان مول يطلع علي ايه وان مول اف حاجة تالتة. تمام? فالاتنين دول لما بيتحدوا مع بعض بيطلعوا لبتاع الخاضرة ديت. تمام? فالري اكشن بي امتى يكون اكوليبريا? انا الري اكتنت المفروض ان ده وده يتحد يكون لاخضر. تمام? فيه بقى الاخضر ده يتفك يبقى ايه? يبقى ايه الاتنين الزرق. تمام? اللي هو ايه? الاتنين دول. تمام? اما ده كده ده ايه ده فورورد. فورورد. وده ايه? باك. بورد. تمام? ده باكورد اه. لما يوصل الاتنين لحالة إكوليبريم ان الفورورد والباكورد يحصلوا بنفس النسبة. لما يعني يبقى واحد بيتفك من البرودكس واتنين بيتحدوا من الرياكتنس في نفس الوقت. فانا سعيتها اسمي وصلت لمرحلة الإكوليبريم في الكيميكا الرياكشن. تمام? طب بالنسبة للرياكشن زي ده. هل عندي ايه ريفيرس? لا مش عندي ايه ريفيرس. عشان انا اساسا بداية ايه? بداية عند الصفر في البرودكس. يعني البرودكس عندي ده ايه? ده البرودكس. تمام? اللي اللي انا خطو. تمام? يعني اللي انا خطو. يعني هو المفروض الرياكشن رايح كده رايح كده يعني يمشي في اي اتجاه. تمام? في الرياكشنات بتمشي في اتجاه واحد بس مش موضوعنا يعني. بالنسبة الرياكشنات اللي تمشي في الاتجاهين. فانا عندي في الحالة ديت هل هيبقى في ريفيرس في البداية? لا. ما فيش ريفيرس عشان انا ما عندي ايه اساسا بروودكس. تتتحد وتعمل لايه? فبدا تالي في المرحلة الاولى. تمام? يعني هنقول عندي ub 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 هنا. تمام? time equal x1. يعني time equal x1 بدأ يبقى فيه reverse عشان بدأ يتكون عندي ايه product? يعني مثلا هنقول ان عند x1 ده عند الزيرو. تمام? الكلام ده عند الزيرو. طبع عند x1. عند x1. ده بقى o point 8 مول. تمام? وده بقى o point 8 مول. وده بقى o point 2 مول. وده بقى o point 2 مول. جميل. طب حلو. يعني الـ reaction اتحرك معي. تمام? يبقى عندي x1. فيه product. فبالتالي ايه? فيه reverse reaction بس ما زال اضعف من ال forward reaction. تمام? يعني انا عندي لسه ال forward reaction لسه dominant. لسه في forward reaction. forward dominant. تمام? في backwards. او reverse reaction يعني minor. تمام? ماينور. تمام? فده بالنسبة ايه? اه لـ t equal a x1. طبعا عندي time t equal xa 2 هنا. عند النقطة دي بالزبط. عند النقطة بالزبط. يعني t equal x2. ساعتها reverse. هيساوي ال forward. يبقى انا كده وصلت في الحيطة ديت لمرحلة اسمائي. دي بيتمثلي من ناحية هنا. طب من ناحية ال concentration طيب. لو انا عايز امثلها في شكل concentration. انا عندي reaction اتش تو او اهو. مع سي او. يطلع لاتش تو. مع سي او تو. السي او. او الاو تو بما ان اللي اتنين يعني واخدين نفس ال coefficient. فبيستهلكوا بنفس ايه? ال coefficient. تمام? يعني اه اه در ال coefficient واحد ده coefficient. طب لو ده كان ال coefficient اتنين. لو ده كان ال coefficient اتنين. فهتلاقي ايه الكرفي بتاعك نعمل كده. تمام? هتلاقي ايه? نزل اسرع متاني. طبعا هو الجراف نشو ساعد يعني. بس هتلاقي ان ده بينقص بدعف القيمة بتاعت ال اتش تو. تمام? فدي يعني ايه جزء ايه بس اه عشان بس نفتكرها من ال reaction ريس لازم نرجع شابتر تولف عشان يا جدعان. كل الشابتر اللي جاية معتمدة على الشابتر ده. تمام? وشابتر تولف اسموه ده شابتر سفتيم معتمد على شابتر تولف. شابتر فورتيم معتمد على الاتنين دول. اللي بعده معتمد على التلاتة دول. واللي بعده معتمد على ايه? على هكذا. تمام? اظن الرسالة وصلت. فانت لازم تاخدهم بالترتيب ما ينفعش تسكيب واحد وتقول ايه? ايه طي انا هاخده شابتر. تمام? فبالنسبة لل reaction rates. احنا عرفنا ان هو اه سورة بالنسبة ال concentration احنا عرفنا concentration بيقل? اه بالكو افشنت التاع في الكيميكري ايه. انا الحاجة دي بتستهلك عندي كاجنت بتستهلك عندي بنسبة قد ايه? في reaction بتاعي. تمام? فبما ان الاتنين وان. فالخط ده بيمثل السي او والاتش تو او يعني. تمام? كأنهم الاتنين فوق بعضه فمش باينين يعني. تمام? اه والخط التاني ده بيمثل السي او تو والاتش تو او. تمام? برضو نفس الفكرة ان هنا الكويفيشنس هنا وان وهنا وان. تمام? لو كان هنا اتنين كنت هتلاقي واحد ايه? عامل ايه? كيرف اعلى من ده بضعف تاريو. تمام? يعني ده بيزيد بدعف الكميان اللي بيزيد التاني. نيجي نبص على ال concentration هنا هتلاقي السي او والاشي تو او بيقل له مع الوقت بما انهم الرياكتنس يعني وهما اللي كانوا موجودين لحد لفل معين كده بس مش بينزل لايه? للصفر. يعني ده الصفر بتاعي ده مش بينزله. و البرودكس نفس الكلام بتاع لا بتاع لا بتاع لا بتاع لا بتاع لا لحد لفل معين برضو مش الكمية مية في المية. يعني ادي الكمية مية في المية. بص فيه فرق ايه? مسافة صغيرة. مسافة الصغيرة هي ايه? نفس المسافة الصغيرة اللي هنا. اللي هي كمية ايه? اللي بقت هنا وهنا. تمام? فانا لو عندي مثلا برودك كان من مول الرياكتنصوري كان من مول بقى أو بينت تو مول. تمام؟ البرودكت كان زيرو بقى ايه بقى أو بينت ايه تمام؟ فده يت الفكرة يعني. فده بالنسبة للرياكشن وده بالنسبة ايه للفكرة الفهمة بتاع فكرة الرياكشن. ودائما نعرف ان الاكوليبيم مش حاجة استاتيك هو حاجة دايناميك. يعني الرياكشن عندي لما بيخلص او لما بيطلع البرودكت كده الرياكشن مخلص طول ما لسه في نفس الانفيرومين فان لسه عندي ريكشن. تمام? لسه عندي بما اني عندي لسه نفس الكمبولين تمامت موجودين كلهم مع بعض. فانا عندي ريكشن ديناميك. في حالة اكوليبريم. تمام? في حالة مننا اللي بيروح قد ايه? اللي جاي. تمام? فده ايه كل حاجة باختصارة عن اكوليبريم كوندشن. نصفل بعد كده على طول على تمام? الاكوليبريم كونستنس بقى يعني احنا قلنا ايه خلاص انا فهمت الفكرة. انا فهمت يعني ايه اكوليبريم? طب دلوقتي ازاي امثله? او ان ازاي اتحكم فيه? يعني انا دلوقتي اكيد بالنسبة لريكشن معين. عايزين نحسب الاكوليبريم بتاعها يبقى امتى? تمام? يعني انا عايز اعرف ايه الكونستنطريشن اللي بالزبط هياف عنده كل ايه? كل الكمبوننت من اللي معايا. تمام? اه انا بقيت بحث باكوليبريم ازاي? بان انا اخد سمبل وعملها اعمل لها ريكشن. تمام? اخد بقى البروتكس. ايه اللي طلع? انا اتبقى عندي في الرياكت انت كزا كزا. وطلع لف البروتك كزا كزا. تمام? يعني عندي الرياكت انت ايهٍ بيه? والبروتكس ي voix دي. تمام? عملت الرياكشن. الرياكت انت بنسبة. تمام? وتبقىها لي habitة تمام? والبروتكس اه اعمل لها برودكشن برضو بنسبة. والنسبة ديت معايا. ااخد كل الارقام ديت واحطاها ايه في المعادلة ديت. ايه المعادلة ديت? بتقول لي. ان انا عندي الكي او اا بيبقى اسمها تمام? بيساوي بار الكويفيشنس بتاعهم على يعني اه في البي باور كي اه وفوقهم اي اس دي باور ال والدي باور الام تمام? طيب تعال كده نشوف الاكشن زي ده بيقول لك ايه الاتي زي فوليو اكليبريوم كونسنترشن تمام؟ ان انت بتطلع ايه الامونيا تمام؟ ده ان انت بتوحد الاني 2 مع 3H2 يطلع لك ايه الامونيا تمام؟ اللي هو 2NH3 طب جميل الرياكشن ده بيتم عن درجة حرارة 2078 تمام؟ بيقول لك انا عملت الرياكشن ويطلع لي الارقام دي ده البرودكت بتاعي ده البرودكت البتاع اللي طلع وده الرياكشن اللي كانت موجودة في البيكر بعد ما عملت ايه الرياكشن تمام؟ بعد ما انا عملت الرياكشن انا حطيت كمية H2 حطيت كمية N2 وسيبتهم يتفاعلهم مع بعض انا كده كده هيتفاعله وهوصله لمرحلة الاكليبية كده كده اي الرياكشن بيقعد يتفاعل يوزن ما بين البرود والريفيرس اول ما يقعد يقعد ماشي فورورد والريفيرس شوية او يمشي الريفيرس على حسب انا حطيت مين اكتر لو حطيت H3 اساسا من الاول هيتطلع لي N2 و H2 تمام؟ يعني انا اساسا كنت مصفر ال N2 و H2 من البداية فانا ال NH3 هيتفاك ويطلع لي ايه الاتنين دول البرودكتس ايه متاعت الرياكشن المفروض يمشي بيه تمام؟ يعني الرياكشن ممكن يمشي يا كده يا كده تمام؟ وعلى حسب انا اقبأت الرياكشن سيوجد على تجربة في معوض فانا اقبأت الرياشن فانا اقبأت ا ub Sweden فانا بالنسبال لي هي Subxy فانا اقبأت الرياكشن فانا اقبأت الرياكشن لكن قريبا تكون عادي 결 걱ر900 و ريكتن Mumbai ممكن الرياكشن一直مشي العكس وانا رأيشن كلمة بحدد كلمة�도 i ck po لعريها اقبأت ايه؟ انا اريد أن التفاعل يتفاعل ليه ذلك او لا يتفاعل ليه ذلك فانا في التفاعل البتاع هابر انا اريد ان يتطلع امونيا فبالتالي هذا الريكتن بسيطن يتطلع برودكت لو انا حدت برودكت اكتر فى البداية ستتفاعل ليه الريكتن انا طويلت في الحتة للمشي ايه اخشبه يعني ايه اي سمكة هارد خلاصة فبهبيو دي يتطلع الريفيرس الرياكشن لحد ما يوصل الالتالي ويتطلع ليه الكونثورة يبقى الكي. الكي هتساوي ايه? هتساوي البرودكت الان اتش سري الكونسنترشن متاعها. باور كام باور تو على الكونسنترشن متاع الاتش تو. باور سري. على الكونسنترشن متاع الان تو. باور ايه باور وان. بس طبعا ده تعويض مباشر انا مش محتاج ان انا حسابها. خلاص يعني ايه? ده فهمنا. ده بالنسبة ايه? للكي بتاع الاكشن دي. طب خلاص كده ايه? ايه صح? بالنسبة بي. بيقول لك. اللي هو ايه? تمام? يعني هو انا نسيت احط هنا. تمام? بس هو عايز بتاع الاكشن ده. تمام? الاكشن ده. تمام? هيطلع لي اه سري اتش تو بلس اه انتو. تمام? وده جهاز طبعا. جهاز. اه جهاز. جميلة. فده الرياكشن اللي هو عايز لي احساب له كم? الاكليبرا ممكنة. هتقول لي بسيطة. الكي. اه التانية. تمام? هنقل دي كي وان. تمام? الكي تو هتساوي. من البرودكتس عندي في الرياكشن ده. البرودكتس عندي هي اله اتش سري اتش اه سوري اتش تو باور سري في الان تو. على الان اتش سري. تمام? ان اتش سري باور تو. تمام? ده شبه اللي فوق في حاجة هو الريس بروكل بتاعلي فوق. يبقى الكي تو لو انت جبت الخيمة بتاعت اه يعني هو دلوقتي عايز القيمة بتاعت الكي تو. فانت القيمة بتاعت كي تو بدل ما تقعد تحسبها تاني. انت جبت الكي وان. ده يعتبر ده تقريبا. ده بيسوي وان اوبر كي وان. فخلاص. تمام? يبقى احنا عارفنا حاجة مهمة من هنا. لاحظ حاجة ده هو الريفيرس اكشن بتاع ده. تمام? فانا عندي يبقى الكي فورورد. الكي فورورد. تعال كده نعملها رول. رول وان. رول وان. كي فورورد. هيتساوي وان اوبر كي. ريفيرس. تمام? ادي اول ايه? اول رول. تعال نغير اللون عزيزتي منه. تمام? تاني حاجة. بيقول لي كالكوليت زي ده. اه طب تمام. تعال نكتب الكي بتاعت ده. الكي سري. الكي سري. تمام? هتساوي. اه من البرودكت عندي الان اتش سري. تمام? الان اتش سري. باور وان. على اه ان تو باور هاف. في اه اتش تو باور سري اوبر تو. طب جميل. لو احنا اخدنا النص. تمام? من تحت. واخدنا نص من فوق. تمام? ده كانه اتنين اوبر اتنين يعني. تمام? فلو اخدنا ايه? الان اوبر الاتنين اللي هنا ديت. فيبقى كي سري. تمام? هتساوي. اه اه اول ان اتش سري. باور تو على الان تو في اه اه في اتش تو باور سري. تمام? الكل ايه? باور هاف. ده مش بيفكر في حاجة. ده هو هو الكي وان. يبقى الكي سري. هتساوي. تعال نكتبة كده تعال نكتبة بس بنفس عنها عشان ما يبقاش في لعوباطت. طب جميل. يبقى ادي كده عندي.? ان انا هنا كاني ضربت في هنا بتاعك كاني ضرب في نص في كله. تمام? يعنى اضرب ده هدرب في نص هنا بقى نص. نضرب في نص هنا بقت تلات على اتنين هنا نضرب في نص النص رحنا على الاتنين بقت ايه يبقى واحد تمام? فرو لتو؟ rule two تمام? الكي باور ان اه سوري او يعني الرياكشن باور ان تمام? لو انت ادربت الكويفيشن اف ان ملتبل ويز برياكشن ده هيساوي بس انا لو ضربت اي ان هنا يعني انا ضربت هنا ان وهنا ان وهنا ان وهنا ان تمام? فبدل الكي الجديدة هيساوي بس فده كل حاجة ايه? عن الاكوليبريمكونستانت وازاي بن Juice تاعته? ايه el summary بتاعنا بيقول لك ايه? ان الاكوليبريمكونستانت بتاع الرياكشن العادي اهو. تمام? ده اللي احنا عارفين وطبيعي. طيب بتاع ريفيرس. بتاع ريفيرس بيش بيبقى ايه البروتكس فوق? ايه representants فوق ويه تحت ما ده الرياكشن الجديد بقى؟ الرياكشن جديد من شكله كده.リاكشن الجديد شكله giants Plus MD هيديني. تماما؟ اه じكت neatly اي تمام? بلوس اي كي اي بي. تمام? فاده الجديد. خلاص يبقى انا كده عن هي الا والبي. والرياكتنس هما ايه? السي والدي. فاده الكوليبرا بتاع وده بيساوي اوبر اي الكي. تمام? لو انا ضربت اي ملتبل جوه الرياكشن. ان. تمام? ضربت ان. فده بيبقى اي اه دابل داش. بتساوي الكونسنتراتيشن باور ان الكوفيشنت القديم. ان في الكوفيشنت القديم اللي هي كي انها اي? كي باور ان. لو انا خدت الان اي اي? كومن فاك. واتلاحظ حاجة ان انا كل ده مش بغير القيمة بتاع دي كي. يعني الكي عندي هتفضل القيمة ثابتة. ايه الحاجة الوحيدة اللي بتغير الكي? الحاجة الوحيدة اللي بتغير الكي هي التمبريتشر فقط. تمام? يبقى اي ان يكون الكمية اللي دخلت في الاول. انا عند يعني انا لو دخلت مثلا واحد مول واحد مول وهنا سفر وهنا سفر. تمام? طب غيرت ده خليت ده اتنين واتنين ما زال اكس. طب لو خليت ده تعال نمسح كله كده. لو عملت لو هنا دخلت اه تلاتة مول وهنا واحد مول وهنا اوينت فايف وهنا سيفن اكس بارت تمام? الكي بتاعي هيساوي اكس و ايه في كل الحلقات. تمام? في كل حلقة. عشان كده اسمه اساسة ايه? بس بيختلف بعوامل تمام? اي اي معي اه في الكيميا بيختلف بعوامل زي ما احنا قلنا في احنا بيختلف على حسب تمام? وفي حاجات تانية بتأثر على تمام? زي زي والحاجات اللي زي كده تمام? اه ده مش عايزين راجعها هاللوقتي اللي عايز يعرفها اكتر او مش فاكرها يروح يشوف ايه شوطر اتناشر. بس. فده كل حاجة عن الاكوليبريم كونستانس. ننجي بعد كده ليه الاكوليبريم واحنا يعني ايه كلمة اكوليبريم اكس بريشن? دلوقتي انا لو عندي راكشن. راكشن بسيط زي بتاع الامونية ده. تمام? خلينا ايه في الامونية? الامونية كان بيقولك لو انا قلتلك ان اطش desperation في الاول. وصل وقيم القيم التاخلي المعاياب اهي اطو تخيلية حي ايه واohn اي اوون حتى عمز متر مياه ايه تمام أدرل اى حتى ده ايساوي او بوينت سيفن فاير والن اتش سري تمام? ده يساوي او بوينت تو بايب مسلا اي حاجة تمام? اه مش هتفر معي قوي. ليه عشان انا اساسا بحط رقم كده. ده ده دعقة اكوليبريم تمام? ده هنسميه اه اه اكوليبريم اكوليبريم بوزيشن تمام? او اكوليبريم ايه ست تمام? او او اكوليبريم ست. هل يبقى عندي ست تانية? اه. يبقى انا ايه اللي ثابت عندي? يبقى انا. اللي ثابت عندي الكي مش البوزيشن تمام? يعني ده اي وان. طب عندي ايه تو? ما برضو الكنسنترشنز بتاعت انتو ممكن تكون. اه ده يساوي او بينت اه سري فايف تمام? والاتش سري تمام? اه سوري بقص اه تعديد من الماس تمام? اه اه اتش سري ايه مفيش حاجة اسمه اتش سري تمام? هيبقى اي حاجة تمام? برضو ارقام ايه? ما تاخدش الارقام ديت انه هي حاجة يعني تمام? ما تقول لي ديت مختلفة عندي? لأ انا بقول لك مسلا انه ده اكوليبريم كونسة ده اكوليبريم كونسة. الاتنين لو انت عملت الكونسنترشن دي بال بال silicone حتلع لك كيه. ودي يتلعوا منتون بال ست تاني تمام. فخلاص احنا كده عارفنا ايه هو وايه الیکوليبريم اكسفريشن ده اسمه او اكون اين هو عندي مجموعة من الكونسنترشن تمام? ممكن يكون عندي على حسب ايه الكمية اللي انا حاطتها من في ساعة البداية. تمام? فدي طريقة اه بعمل بها طب انا عارف انا عارف من شطر فايف ان بي في اكوال ان ار تي. طب جميل. بي في اكوال ان ار تي. طب احنا لو ودينا كده البي اكوال الان ار تي ابر البي. الان على الفي كان بيديني ايه? النامبر على البي. تديني تمام? فاول بمعنى اخر هي ايه? يبقى البي هتساوي كونسيطراشن ذي. تمام? طب جميل. انا في العادي بمثل الايكولبريم بالكونسيطراشن. فانا لو كتبت ك Пока انا كتبت ايه بالكونسيطراشن انت عندك فى نوايين من الايكولبريم سيطراشن ذي ما احنا بنعمل فى عادي اللي هو ده تمام ده ان انت تكتب كي او كي سي يعني كي فيما معناه ان انت بتعملها ايه كي كونسنترشن تمام فده الطبيعية تمام طب فيه اوبشن تاني ايه الوبشن التاني ان انت بتعمله في صيغة تمام ولو فاكرين احنا شرحنا ايه هو وازاي بتجيبه وهكزا والمول والمول ايه حاجة اللي زي كتا تمام طب جميل الكي بي طب ايه العلاقة ما بين الكي بي والكي سي طب بتقول لي اعتصائح بمستعمل الكي سي او كي بي انت يمكن الاتنين في معادلة واحدة اتنين محتاطين في معادلة واحدة فالبي بتسوي السيف حاجة تمام يبقى معنى كده معنى كده لو خدت بالك ممكن نعمل اسقاط لكده. عشان مش بتساوي الكي سي. تمام? الكي بي مش بتساوي الكي سي. بس انا بتحتاجها اه حسابات. الكي بي لو اعملت اسقاط على القانون بتاع تمام? هتلاقي هنا ان الكي بي هيساوي الكي سي في بار دلتا ان. تمام? دي لها اثبات اه اثباتها طويل قوي يعني ورخم. بس انا عفاهمه لكم يعني بسيط بس انا مساحة يعني. تمام? الكي بي يساوي الكي سي في دلتا ايه دلتا ان دي? هي بتاعة البرودكت ناصل بتاع رياكت. يعني مثلا بالنسبة الهنا. دلتا ان هتساوي انا عند البرودكت هيبقوا اه الدلتا ان فور امونيا. تمام? يبقى دلتا ان. فور امونيا. هيساوي انا عندي البرودكت. اتنين ناقص اه رياكتنت كم? عندي رياكتنت اربعة. تمام? يبقى رياكتنت ناقص رياكتنت هيبقى ايه اتنين ناقص ايه اربعة. تمام? فهنا تبقى بس يبقى اه اللي هي ايه? طب جميع. اه الازبات بتاع دوت? الازبات بسيط خالص. انت دلوقتي احنا عارفين بي اكوال سي ار تي. تمام? فانت لو جيت فك الكي بي ديت. لو جيت فك البي اتش ان سري. لسي ان اتش سري في ار تي. تمام? فتلاقي ايه الموضوع بعد كده. تمام? يبقى الكي بي. سوريت على نكتب في الزاوية. تمام? يبقى الكي بي هيساوي. السي ان اتش سري. باور تو. في ار تي. والباور تو. هنا تحت هيبقى الكونسنتريشن بتاع الان تو. في العادي. تمام? اه ده تايمز الكونسنتريشن بتاع الاتش تو. في ال اه ده كل ده باور سري في الار تي. باور سري. تمام? خد الار تي من تحت اه كومان فاكتور والار تي من فوق كومان فاكتور. تمام? فهايساوي. اه الاسي ان اتش سري على الاسي ان اتو في السي اه اتش تو باور سري. تمام? في ار تي كوفيشنس اللي فون ناقص كوفيشنس اللي تحت. اللي هو اتنين ناقص اه هنا واحد وهنا تلاتة فايه تلقى واحد تلاتة ايه اربعة. تمام? فاتنين ناقص ايه اربعة من هنا. اللي هي ايه او اللي هي فرق من فده الاسباب بتاعها يعني اه مش محتاج ان انت تبقى عارفه يعني افهم بس ايه القانون وانت من فهمك من لي ومن فهمك القانون ايدي الجاز والعلاقة ما بين الكنسنتريشن بتعرف تجيبه على طول يعني ما تقلقش بس ولحد ما تعرف تجيبه من اول مرة استعين عادي بالقانون وش حط قدامك حط يا جدعان القانون قدامك واستعملوها عادي يعني هي مش سر قومي تمام حط اي قانون حط اي قدامك اه يعني انا شخصيا حطى ليلة الامتحان دي اتحبت ادفايز يعني مالهاش علاقة بالمناء لحد ليلة الامتحان اه كنت بحط قدامي مقوانين عادي وباستعملها عادي بس عارف ان انا قريب بالامتحان مثلا حزبك يومين ثلاثة لازم احفاظهم بس لكن انا كنت بستعمله وكده كده 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 استعمالي ليهم كان بيخليني حافظهم فهو ايه هي تجيب الممارسة فانت مش لازم تضيع على نفسك وترمي القانون بعيد وتقعد تستريب اه يرماين درجة محتاج تحفظ من الاول يعني بس فاحط القانون قدامك وادعام العادي بس فده كل حاجة عن بتاعت الاكوليبريم وازاي بنمثلها وايه يعني ايه الاكوليبريم بوزيشن والفرق ما بين ما بينه الاكوليبريم كونستن تمام? انا عندي واحد واحد وعدد الاف المرات من الاكوليبريم بوزيشن ندخل بعد كده شباب على الهيتروجينيوس اكوليبريم تمام? احنا كنا لكل اللي فات كنا نتعامل في ري اكشن جازز مع جازز في بعض تمام? واحنا مش بنشوف الكميات اللي بتتفاعل مع الكميات ايه اللي بتطلعه تمام? لكن مثلا في ري اكشن زي ايه زي بيكاربونات تمام? اللي هو الكالسيوم الكاربونات يطلع لك اللايم مع ايه السي او تو تمام? وطبعا هيت عشان ده ايه ده بيبقى ايه ايه اكزو سيرميك تمام? فده بيطلع هيت تمام? فرياكشن زي ده. رياكشن زي ده اللي بدخل عندي اساسا حاجة تمام? اه بيكاربون اه اسمه ده كالسيوم كاربونات ده بيبقى تمام? وبيطلع لي اللايم تمام? اللايم ده بيبقى برضو بيبقى تمام? وبيطلع لي السي او تو جاز تمام? فعمتا اي رياكشن مش هموجينيس جازز ما بيقصرش معايا في الاكوليريون بتاعه غير الجاز تمام? يعني اي رياكشن لما اجيجيب الاكوليريون بتاعه بيجيبه من ناحية الجاز فقط تمام? ليه? عشان انا عندي بتاع البيور سولد والبيور اه مش بتغير بالشكل الكافي عشان فكر فيها تمام? انا دلوقتي الجاز ده موجود في مساحة كبيرة قوي تمام? يعني مسلا تعالى نقول ان احنا معنا كنتينر كده اهو تمام? قديل كنتينر تمام? في شوية كده اهومت تمام? والزلع بتاعي اه شوية سولد لونهم اه اهومت لونهم ازرق اهوية عندها اي حاجة تمام? ادي ايه? ده البرودكت تمام? جميل? وعندي شوية ايه? جاز تمام? الجاز وجوده في مساحة كبيرة زي كده ما خلي اي فرق فيه يؤثر معايا لكن بالنسبة للسولد الزيادة والنقصان فيه بيبقى حاجة بسيطة قوي تمام? يعني هو مساحته لا تتعدى عشان هو بتاعه بيبقى مركز قوي تمام? على عكس الجاز بيبقى بتاعه على بتاع البيكر كله لكن ده بيبقى بتاعه هو شخصيا تمام? فبيبقى في مليارات في حتة دي كده صغير خالص تمام? فالكنسنترشن بتاع السولد زي المتا مش بيأثر معايا هو الليكويد تمام? وكزا يعني برضو ايه الكلام ده انطبق على السولد او الليكويد تمام? فالجاز بيبقى موجود in a in a vast volume تمام? which is make a ال concentration is significantly changed by reactions تمام? فانا دلوقتي بيبقى اني موجود في مساحة كبيرة قوي فانا اي مساحة دي في الكمية بتاعت في المساحة ديت هيبقى ملخوص تمام? فبالتالي بتاعتي بتاعت السولد هعتبرها كونسنت واعتبر الكيت ديت ايه? كي داش تمام? الكي داش ديت احطها في الرياكشن يبقى دلوقتي عندي الكي الاساسية اللي انا بقيس عليها الرياكشن بتساوي ايه؟ السي او تو بس ليه سي او تو دا برودكت وباور وان عشان او وان السي وان والسي تو مش هتكون سيدر عشان هما بيبقى كونسنت تمام? فوجودهم زي اعدامهم. طب انا عايز اجيب الكي داش ديت الكي داش. كي داش. هتساوي سي وان في الكي الاساسية على سي تو. بس خلاص كده ايه? خلاصنا جبنا الكي داشة الكي داش ديت اللي هي بتبقى. الكي المفروضة تمام? او الكي البروبوس. تمام? بس انا هنشير منها تمام? يعني الكي الي هنشير منها كونسنت تمام? وحطها في كونسنت تاني اسمه كي كبيرة. كي داشة ده هو اللي كان مفروض ده بس انا بما انه فيه حاجات صورد وحاجات وحاجات جاز فانا يا اكونسيدر الجاز بس. بس الصورد وليكو ده يبقى ثابت عندي. طيب دلوقتي احنا قعدنا ناخد في الاكوليبريم وهارينا الاكوليبريم ايه بتاع حاجة زي كده يعني انا هستفيد بايه لما ادرس اكوليبريم انا عرفت ان بتاع الاكوليبريم مش هاكله كزا الكونسان بتاع الرياكشن ده كزا كي تمام مازا بعض ولا اي حاجة تمام لا في حاجة تمام عندي اتنين من اهم بتوعي في الموضوع ده تمام اول ان انا بقدر احسب الموضوع تمام ان انا قدر اشوف الموضوع يعني انا لو معايا لو معايا ان الرياكشن اهو الرياكشن بيبقى ثلاثة زر مع واحدة زر او موف يطلع لاتنين زر اتنين زر ايه وموف تمام فانا في البداية كان عندي تسعة من ثلاثة زر واتناشر من ايه من واحدة زر ايه اللي هما تمام يبقى انا وانا عندي الرياكشن كونسنت بتاع وليكن ستاشر تمام ستاشر ما سيماتيك ليه كده ما سيماتيك ليه احنا عارفين الكيه يساوي بروتكت على راكتن فمعنى ان الكيه بستاشر يبقى مين الاكتر تمام البرودكت اللي فوق يبقى كده البرودكت اكتر من راكتن تمام فا اه بالتالي يبقى انا عندي ده هيمشي ايه ناحية الفورورده لناحية الريفيرس لهيمشي ناحية الفورورد تمام فا اه بالتالي اه انا عندي عارف ان انا التسعة دي هتقلب برقم اسمه اكس تمام بين ايه هنا كوفيشنط واحد 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 تمام طب لو اه هنا كان اتنين لو كوفيشنط هنا ما كانش واحد كان اتنين تمام ثمامенти فهنا كانتيل باتنين اكس تمام وين كان هيبقى ايه نقص اتنين اكس طب هنا كانINE كان تلاته كان تلاته تمامه فده هيقلب تلاته تمام وهنا هيقلب ايه تلاته تمام اه وبما ان هنا البرود واحد واحد هكذا لو غيرتهم هيبقى ايه غير معاملتان تمام فده واحد من ان انا اقدر اا اعرف الكيميه اللي هيروح لها لما إلها يعني دلوقتي عندي الكيمية اللي معي تسعة واثنون وشور تمام ده ري اكتنس انا عايز اعرف البوزيشن الاخرى يبقى كام المفروض عن الاكوليبريم كوديشن ده هيقل اكس وده هيقل اكس وده هيزيد اكس وده هيزيد اكس اكس ده بكم معرفش طب تعالى نكتب الاكويشن كده انا عندي عارف ان الكه تساوي البرودكت تمام البرودكت على ري اكتنس تساوي البرودكت فين البرودكت اكس في اكس تمام اكس اهو في اكس على اه ناين مينس اكس في تولف مينس اكس جميل المفروض ان ده هيزيد ستاشة دي معادلة بسيطة دي هتبقى اكس بور تو دي هتضربها ببعضها تشوف المعادلة دي هتوصلك لفين هتصل بفور اكس من الاخر تمام يعني انت هتبقى دي اكس بور تو على اه كده كام هتبقى اه اكس بور تو اه بلوس اه كاني انتين τηين في ناين في تويل فتبقى ناند سيكس تقريبا اه اه استenserه اه تبقى اه تبقى اه كم كده ايه اكس تمام؟ فما سارعني يعني لو هيبقى suggestive اللي ياكل هنفترض للن اكس دي كانت اتنين. تمام? فانت عندك الاكليبريم بوزيشن عند ده ده هيبقى سبعة وده هيبقى عشرة وده هيبقى اتنين وده هيبقى اتنين بس زي الفل. فطبعا انت اصل طريقة عشان تجيب البارده في ارقام صغيرة زي كده اللي هو تسعة وتناشر وجود ان انت تجرب يعني مش مش تصل للمنظر ده تمام? يعني بس ايه خلينا في الفورمات تمام? فانت ايه ده ادي اول عندك ليه الاكليبريم Silicon deadى تمام? طب ايه تانى امليكيةشن? تانى امليكيةشن ايها يسمى reaction caution. ايه هو reaction caution ده او ال queue تمام? reaction fusion ده هو ايه الاكليبريم position بتاع ال initial state. تمام الاكليبريم position اا بتاع ال initial state او مش هقول اي quel состояни. تقول البوزيشن بتاع ال reaction في ال initial state. تمام? يعني سيبقى من كلمة ايهها الائيها بسو тест بمعنى ايه؟ بمعنى انا في البداية عندي. ناوي يروح ناحية فين? تمام? يعني دلوقتي اديتك زي بتاع الامونيا ده. تمام? يديك او ياخد منك. تمام? اه تمام? اديتك في البداية اه تمام? والديتك هنا مول. والديتك هنا مول. تمام? تمسك لده كله. وانا وانا عارف ان كيب بتاع الرياكشن ده. وليكن اه عاشرا اي حاجة. تمام? فتجيب الحاجات في تمام? يعني تجيب الانشيال فاليو والانشيال فاليو هنا تمام? الانشيال فاليو او بوينت سري فايف بار تو على الو بوينت سيفن فايف في الو بوينت تو فايف بار تو. هيطلع لك رقم. تمام? الرقم ده اي يكن. ولنفترض ان هو صالح اتناشر. تمام? الرقم ده طالح اتناشر. الرقم ده اعلى ولا اقل من الكين? الرقم ده المفروض اعلى من الكين. واحنا عارفين ان اساسا مين على مين? يعني آآ مين اللي ببقيت اسم على مين? احنا عندنا بروت بتاسم على الاكتن. فمعنا كده ان هنا البرودكتز اللي مقسمها على الاكتن اكتر من حالة الاكوليبريا. يعني ركز معايا كده. انا عندي اساسا اسامة بروتكت على الاكتن. وانا عندي العشرة دي بيتمثلي اكوليبريا موزيشن ان يكون ايه? تمام? فالاكوليبريا موزيشن ده البرودكت على الاكتن بعشرة. طب هنا البرودكت على الاكتن تطلع لي كم? طلع لاتناشر. يبقى معنى كده ان هنا في ايه البرودكت اكتر? انا عندي هنا بروتكت اكتر. تمام? او الاكتنس اقل. تحسبها زي ما تحسبها. تمام? فمعنى كده الرياكشن هيمشي ناحية مين? هيمشي ناحية ان هو يطلع نمشي ان هو يروح يطلع تمام? فلو عندي الكيو اكبر من الكيه بمعنى كده ان انا عندي اكتر من الرياكتن تمام? فبالتالي الرياكشن هشفت ايه? هشفت ليفت. هشفت ايه? كده. تعال كده. كده. تمام? ده في الحالة ان الكيو اكبر من الكيه. تمام? طب في حالة ان ال اصغر من ال في حالة ان ال اصغر من ال ك تطلع مسلا بدل ديت تطلع مسلا تمانية. تمام? لو طلعت تمانية يبقى ده كده اصغر من كي فيه هيشفت كده تمام? طب لو اكوال كيه لو اكوال عشرة. فخلاص انا كده في اكلبري انا الاركام اللي معاي ديت هيقول لك مسلا ادك شوية ارقام ويقول لك الى يحصل. تمام? قبل ما تبدأ اي خطوة تشوف اساسا انت بتاعتك ايه? تمام؟ قبل ما تقعد تحسب وتحط اكس وتقول ان ده هيبقى ماينس اكس طب انت عرفت ازاي ازاي انا هو يمشي انت محتاج ان انت تتشيك الاول اذا كان يمشي فورورد او هيمشي رفيرس تمام؟ يبقى انت عندك الكيو دي مش بتجديك الكمية اللي هيمشيها هي ما الا بتإندكات التندنسي بتاعت الرياكشن بتاعك ان هو يمشي في انا اتجاه تمام؟ يمشي فورورد لو الكيو اقل كيو اقل معنى كده ان انا عندي برو دكس اقل عشان عارف ان انا كل الكيو بيبقى برو دك تمام؟ فالكيو مع ايه؟ مع البرودكت فبالتالي بما ان الكيو اقل يبقى معنى كده ان البرودكت اقل تمام؟ لو الكيو اكتر معنى كده ان انا عندي برو دكس اكتر تمام؟ او عندي اقل زي ما تحسبها تمام؟ في حالة ان الكيو اقل من الكيو برضو ممكن تقول ان انا عندي كتيرة عادي برضو تمام؟ فاها اه المهم ان الفكرة وصلة تمام؟ ان ان انت عندك لو الكيو اقول اي لا انت عارف مين بيتقسم على مين فانت عارف مين السبب في الالاندة تمام؟ اه ده كل حاجة عن واحنا كده يعتبر خلصنا كل حاجة معادة بس ايه اللي بتأثر على دي هنشرحها قدام تمام لأ عمري ما نقطع عمري ما نقطعها صحيح ما كنت في المدرسة تمام وهنتكلم عن طبعا احنا عارفين ان احنا في هدفنا الاساسي انا بشرح لك ساعة يمكن او ساعة الا او ساعة قوي صافي شرح تمام صافي شرح بمعنى ان انت تبقى معي فقط تمام لا تمسك ورقة ولا قلم انت بس تفهم الكونسبت كويس قوي بعد ما تفهم الكونسبت كويس قوي تمسك بقى الورقة وتحل مع التيتوريالز تمام وده هدف الليكتشر وده هدف التيتوريال فانت اهم حاجة في الليكتشر تقعد تسمع كويس وتركز في كل كلمة تمام فده بالنسبة للابليكيشنز وإحنا مش هنحل اي حاجة طبعا في اسئلة كتير اللي حد عايز يحل يحل من اه اكزامبل زوم دل قبل ما يخش على الحل بتاعتوريال اكزامبل زوم دل بتبقى اخف شوية يعني تمام فانت ممكن تبص على اقوص تمام لكن اه هنا في احنا مش هنحل احنا بس هنركز على اهم حاجة انت تتقن معي بالفهم بتاعك وتروح تطبع عليها يعني مش بقولك ان انت الفهم بالعكس انت لازم تطلع من الليكتشر تروح على التيتوريال الاستراتيجي بتاعتي تمام اه الاستراتيجي في اللي انت تحل بيها اه 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 تمام بس اي الاستراتيجي بقى اللي انت تحل بيها طبعا كده هتعمل ده عرف ده ده الف بي الف بي اه كمية تمام ده اساسي فاي حاجة انت اي حاجة اول ما تبدأ فيها اي حاجة عن مثل سواء كان اه سواء كان سواء كان اي حاجة جازز كل حاجة تبدأ ان انت تبالنس الكيميكال في ايه في البداية بعد ما تأكد ان الكيميكال مزبوطة لازم تتأكد ما تعتمدش ان السؤال مدها لك يعني دايما يبقى عندك تراست ايشوز من ناحية الكيمياء انا عارف ان الكيمياء اساسا لوحدها تراست ايشوز تمام بس انت يبقى عندك تراست ايشوز تمام يبقى عمل اي حاجة تمام فتحط في دمائك كل الكونديشنز الممكنة تمام فاول حاجة ترايت بالانس الكيميكال إيقوشن بعد ما ترايت الكيميكال إيقوشن تكتب الإكليبريام إكسبريشن اللي انت عايزو بالماز بتاعك تمام بلكونسانتراشن تمام هتحط الكونسانتراشنز بتاعتك وتشوف الكيو اهم خطوة دي تمام ان انت تشوف الكيو لو الكيو اكبر من كي خلاص عارفنا ان دا اي هيمشي عشان البرودكت اكتر لو اصغر من كي احنا عارفنا ان دا كده هيمشي عشان دا كده اكتر تمام لو كي اكوى لكي فانت قل له باسم الله ما شاء الله الراكشن بتاعك في حالة ايه اكوليبريم جميل جميل فخلاص دي اهم خطو عندك ان انت تشوفل كي تمام عشان تدرمين الديريكشن عشان انت الديريكشن هو اللي هساعدك في الحزبة طبام انت بعد كده بتعمل 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 فيه ماينوس اكس وبلوس اكس طب انا دلوقتي عرفت ان بتاعي ماشي من طب لو عرفت ماشي العكس يعني بدلا ما كان عندي اتنين واحد هنا عندي اتنين وزي وزفار هنا تمام فكده تبقى تمام دا في حالة دا في حالة اصغر من كي طب في حالة اكبر من كي هتبقى كده تمام هتبقى وهنا ادي نقطة تنفق بعض تمام وهدي نقطة تنفق بعض تمام اه هنا تبقى اتنين وهنا تبقى اه اتنين دا ايه هو تمام عشان دا نطقت لصور الحيطة داية من المشاهل ايه الاي ستيبل اي ستيبل اي ستيبل انا بحط اللي معايا اللي هيحصل والاكوليبري بتاعي تمام فادي انا حط مسلا تنين ان الف توه اتش اف باتنين والايف توه باااا بالصفر تمام والايتش توه باوبين توفائف مسلا تمام انا بالنسبة ان قي اكبر من كي بما ان القي اكبر من كي في الحالة ديت فانا هيمشي كده هيمشى ان هيديكوبوز ويتالغل ايف توه فبالتالي هنا هيبقى ميناس ايه هيبقى بما ان دا توه تمام؟ فهتبقى تمام ايه اناس اكس. وهنا بمنها برضو هتبقى بلاس ايه اكس. فاليكوليبريان بوزيشن هيبقى ايه هيبقى تو ماينس تو اكس. وهنا هيبقى آآ زيرو بلاس اكس اللي هو اكس يعني. تمام? وهنا هيبقى او بوينت فايف بلاس اكس. جميل? جميل. طب خلاص. يبقى احنا كده فهمنا آآ ليه باجيب الكيو وبعمل بيها ايه? تمام? يبقى انا باحتسام الكيو فان انا اجيب هو ريفيرس ولا فرود وعلى اساسها بعمل اي ستيبل. تمام? اي ستيبل ده بيبقى برا ايه? بشوف الانيشيال باليزالة معايا. واليكشنج اللي يحصل. تمام? اليكشنج عبى يبقى على حسب الكوفيشنط. يعني انا لو عندي هنا اتنين. دي تبقى اتنين نيجاتف اتنين اكس. ودي تبقى نيجاتف اتنين اكس. تمام? ده لو عندي هنا اتنين يعني. تمام? بس ما عنديش اتنين فقط. خلاص. جميل. اه. بعد ما بتعمل كده وتحطه بقى في الاخليبريان اكسبرشن وانت بيبقى منديك الكيو. انت لازم في السؤال يا بيديك الكيو. يبقى هاتي الكيو. حاجة من الاتنين. يا بيديك الكيو. فكرتهم هم. two ideas. تمام? ideas of questions. تمام? live hacks. live hacks تمام? يا إما هيديك الكي يبقى give you الكي أو ask for k تمام فيا هيديك الكي هيسأل على الكي تمام في حالة إن هو هيديك الكي فهيبقى عايز إيه؟ هيبقى عايز واحد من الconcentration دي تمام هيبقى عايز يا إما الconcentration بتاع الف 2 بعد ما ينقص نسبة الconcentration بتاع الف 2 بالنسبة للتو الف 2 بعد ما ينقص فهيشكلها لك كده يعني هيقولك حاجة تمام فبس الفكرة من السؤال كله يا إما هيديك الكي ويسألك على الconcentration يا إما هيديك الconcentration ويسألك عن الكي ملهاش ثالث تمام فدية محددية الأسئلة بتاع الإيكوليريوم أساسا الإيكوليريوم على قد ما هو شابتر تحسن هو معقد بس هو في حقيقة الأمر هو بسيط جدا عشان ما فيهوش أسئلة أصلا تمام ما فيهوش أسئلة بتلف برا الدايرتين دول يا إما بيسألك أسئلة بقى conceptual عن الفاكترز اللي بأثرلك على الإكوليريوم كونستنت والإكوليريوم بوزيشن والحاجة اللي زي كده اللي احنا نشرحها قده تمام؟ طيب ده في حالة معينة طيب فيه حالة تانية كده ان انا بتعامل مع كيس غيارة خالص تمام؟ كيس غيارة خالص معناها ايه؟ احنا دايما احنا قلنا لازم نكمبرهند الموضوع بشكل ماس كده بتنسيل ايه؟ بتنسيل البرودكت على الأكتر فمعنى ان كده غيارة خالص ان كده في العادي في العادي ده الكيل اللي هو الإكوليريوم كونستنت في العادي الإكوليريوم بيبقى الرياكتنت مش بتستهلك قوي يعني لو حطيت 1000 مول 1000 مول هيبقى 99 ويبقى 1 مول برودكت تمام؟ بس يعني ده الرياكتنت وده ايه برودكت جميل؟ فلو ده صفر عند الإكوليريوم ده تبقى 999 وده تتبقى ايه واحد هتزيد رقم عبيد فانت اساسا ممكن تيجنوره خالص تمام؟ من حساباتك بالنسبة بتاعي يعني احنا الوقت لما بنيجي نعمل تعال كده نعمل بحب اعمل الحاجات بألوان مختلفة تمام؟ ادي الاي ادي السي ادي الاي تمام؟ تعال نعمل الرياكتشن الرياكتشن بتاعي اسمه ده اسمه ده و طب جميل بالنسبة بالنسبة اللي احصل اللي معي فهنفترض ان انا معي هنا اتنين مول وهنا واحد مول وهنا اويند فايف مول اي حاجة تمام؟ بما ان الرياكتشن هيمشي كده تمام؟ فهنا هيبقى ناقص هنا هيبقى زائد تو اكس هنا هيبقى زائد اكس جميل والفاينال اكسبريشن ده هيبقى ايه؟ ده هيبقى اه تو مينس تو اكس وهنا اكس وهنا اكس جميل احط ده كله في شكل واحط ده بفاينت فايف عادي يعني مش فرقه مش لازم قوي لارقام كلها تمام؟ فهنحطن لك ان الانية الالي هنا كل ده بصفار يعني تمام؟ سوري ده هنا بلاس أويند فايف سوري انا ده أوبينت فايف بلاس اكس وهنا وان بلاس تو اكس تمام؟ هو طبعا ما عملش كده هو عمل ان ديب صفر و ديب صفر تمام؟ يعني لو انت عملت ان ديب صفر تمام؟ لو عملنا بالأرقام بتاعتي دي 0.5 تمام ودية صفر ودية صفر فدية تتبع X ودية 2X ودية O.5X تمام فانت لو حضرتها في اكسبريشن كده اطلع الموضوع معقد اوه هطلع لك رقم كبير وانت اساسا ان كية عندك صغيرة فانت اساسا ممكن تجنوري اللي هيحصل في الاكتب يعني انت لو عارف انت اكيد عارفين الفيلم بتاع غابي منه فيه هو قال لك لو خدت معلقة كشري من طبق كشري كبير من محل كشري ولا هيحصل لها حاجة ولا حد هيخد باله يعني انت لو عندك عشر تلاف مول خدت منهم واحد مول هالحد هيحس بحاجة تقريبا هيساوي عشر تلاف مول بارتو تمام يعني انت خدت واحد يعني فبالتالي انا رأيكت انسا عنتي مش هتستهلك قوي فبالتالي مش لازم مش لازم ان انت تحط واتتعقد الامور ما انت ممكن ببساطة تخليها كده X X x حرفين دي هتتحل في خطوة واحدة المنزر دته هتتحل في خطوة واحدة وعلى اية اللي اوع ايدي ام ده بتعتبر . لو بيتمثل kun خمسة في المية من الـ original size هتقول لي بقى إيه يعني risk وشيل الـ X وإفرد الـ X تلعب أكبر من الخمسة في المية ساعاتها ترجع وتعيد حساباتك وتحط الـ X تمام؟ يعني نركز كده important important تمام؟ في حالة أن الـ X تعال لنا نكتبها بلون تاني عشان يبقى غير important تمام؟ يبقى في حاجة مهمة مثلاً بنفسكي if x is more than five percent eventually then repeat the solution with considering the change. جميل بمعنى ان انت لو شلت ديت وحسبت ودني طالي جميل لو طلع لك ال x هتجيب ايه هتجيب x على ال 5 في 100 لو ده طلع اكبر من او يساوي يعني سيبك من يساوي تمام سيبك من يساوي لو طلع الكلام ده اكبر من خمسة في المية فانت ساعتها تروح وترجع وتعيد حساباتك وتحط عادي جدا ولكن وتحلها بالشكل عشان ساعتها انت دي عندك وده حصلت معايا كتير في اسئلة ساعتها تمام فادية ايه من الهكس في الاسئلة ديت عشان برضو بتبقى حتة خبيسة كده ان هو يجيب سؤال ويوهمك ان انت بان او يحطي لك كيس غيره ويطلع في الاخر كده سمينة ده ال اكس ديت هتبقى عادي تمام فا اه برضو تتاك كير من النقطة ديت وهي بس اخر حاجة معانا هي وهو بيقول لك ان اي بيحصل على بيغير لك تماما تماما بيغير لك عماتنا اللي معايا تماما احنا عندنا كم نوع من انواع اللي تشينجز بتاع لا كده ما غير بس اللي بنفسيك عندنا اه تلات انواع يقمت اي انت مسلا عندك وليكن بتاع الان تو اه او هو مسلا هو احد كده بقى انا في جدول تمام بتاع الان تو اتش تو اه ان اتش سري انت عندك الحاجات دي كده جيت وفاجأة حطيت للان اتش تو واحد مول واحد مول زيادة باديت وان بوينت سري ناين ناين تمام فهل كده الموضوع في شكل اكوليبريم لا انا كده عندي الرياكتنس زيادة تمام فبالتالي هو هيمشي في ناحية اللي يقلل فيها الرياكتنس تمام طب لو انا كنت زودت البرودوت كان يحصل ايه كان هيمشي في الناحية اللي هيقل فيها البرودوتكت اللي هو الريفيرس تمام يبقى الكمبوننت متاع البرودكت او الرياكتنس لو زودناه طبعا كل ده تمام او تمام او تمام او تمام او تمام او تمام انا ممكن اقولك بدل من او انا اشيل لك من شوية فكده مين اللي هيستهلك تاني عشان ارجع للدنيا زي ما كانت انا كده لو جيت هو كده مش حالة كده اكتر تمام كده كيو اكتر. تمام? فمعنى كيو اكتر يبقى انا ايه? عشفت ناحية ريفرس. تمام? طب لو انا عندي الحاجة بتاعتي بتاعة هي الاكتر. فانا كده عندي البرودوكت اقل فالرياكشن بتاعي يمشي فورد عشان يستهلك الرياكشن اللي معاي. تمام? فده بالنسبة للتشينج في الكونسنتريشن. ما اظننا ده ايه بسيطة? فنعمل عليها تشيك. تمام? تاني التشينج معنا هو التشينج في البرشر. تمام? التشينج في البرشر ده بيحصل ازاي? ده بيحصل بثلت حاجات. اول حاجة ان انا اد انرت جاز تمام? انرت جاز. ليه? عشان ده لا هيأثر في الرياكشن بتاعي بس هيزود عدد الموليكولز اللي بتخبطوا فاكرين احنا قلنا في الحاجات اللي بتزود هي النمبر اف مول. تمام? لانت لو فاكر البي اقوال ان ار تي. تمام? انا ثبت البي ومثابت الدي. والار كونسن. فالبي ديركلي ريليتد الان. تمام? البي اقوال ان ار تي. تمام? فبما ان كل ده كونسن. تمام? فلو زودت البرشر. اه اسمه ده لو زودت النمبر اف مول كأنه هزود ايه البرشر. تمام? اه تاني حاجة ان انا اغير في الفوليوم. تشينج الفوليوم. انا زودت الفوليوم. انا كده اقللت البرشر. لو زود لو قللت الفوليوم انا كده ازودت البرشر. تمام? واخر حاجة ان انا احط يا ري اكتنت يا ايه يا برو دكس. تمام? ثلاثة حاجة ان انا احط اد برو دكس. تمام? طب جميل. طب في كل الحالات ديت. لما يزيد ايه اللي هيحصل? هيقول لك لما يزيد الري اكشن بيمشي في ناحية ان هو يقلل يعني ايه? يعني دلوقتي دلوقتي هنفترض ان انا معي اه ري اكشن بتاع الان تو. رايح جاي يديني ايه? الان اتش سري. فالبرودكت عندي بيطلع اتنين مول. والري اكتنت عندي بيطلع بيدخل اربعة مول. تمام? يعني انا عندي اربعة مولز يبيتتحده اربعة مولز يبيتتحده عشان يطلعوا ليه اتنين. تمام? طب جميل. يبقى انا لو صغير المساحة. فكده الري اكتنت هتقول ايه ده? مفيش مساحة مفيش مكان ابقى موجودة. فهتقعد تتفاعل. تطلع لمين? تطلع لبرودكتس. عشان البرودكتس عدد المولز فيها اقل. طب انا لو زوجت الفوليام. الري اكشن بتاعه هيقول ايه ده? ما انا عندي مساحة كبيرة. انا ليه ماسك في الاتنين موليكيلس بتاعي بتاع البرودكتس. فروح الاتنين موليكيلس دول يتفكوا ويعملوا الاربعة ويبقى ايه? في براح كده. تمام? فدلوقتي السيسم دايما هيرزبوند بالنسبة ازاي? السيسم هيرزبوند بالنسبة مسلا. هيرزبوند بالنسبة بان هو يقلل عدد. تمام? والعكس. تمام? فانا لو زوجت البرور هخلي الري ايشن يمشي في الناحية اللي تطلعوا لي مولزة قل. طبعا لو كان الناحية بتاعت هية اللي فيها مولزة قل. كان الري ايشن ليمشي ايه? طب لو الري ايشن اه الفور ودهو اللي فيه مولزة قل. كان هيحصل. تمام? فاي اي اتجاه منهم هو اللي هيحصل على حسب اللي انت هتعبينه. تمام? يعني القعدة الأساسية انه ي learner katika that. ناحيته هتبقى فيها number is more of اكتر. تمام؟ يبقى احنا قلنا concentration. مين لأن ناحيته فيها اكتر هنا البرشير من ناحيته فيها اكتر وساعتها هيمشي عكسه تمام انها هيبقى فيها اقل اه اه هيمشي ليه يبقى الناحية اللي فيها اقل هيمشي ليه تمام هيبعد عن العدد الكبير بتاع اللي موجود في في حالة اه اه بان هو يمشي جميل جميل دلوقتي ندخل على الافكت اوف تشينج ان تنبريتشر تمام الا اه احصل لو انا غيرت التنبريتشر انا دلوقتي لو اغيرت التنبريتشر بالنسبة الرياكشن انا عندي نائمة الرياكشن اما اندوسيرميك اندوسيرميك تمام يا اما اكزو سيرميك جميل الاكزو سيرميك ده ده ثانية بتاع لك انا اختار الاندوسيرميك ده نيد هيت تو رياكت تمام لكن ده بي ايه بيروديوس ايه بيروديوس هيت كميل يعني من بالنسبة الرياكشن بتاع ده ده بيبقى فيه ايه بلوس بي بلوس هيت يطلع لأيه سي بلوس دي لكن هنا بيبقى هي بلوس بي يطلع لأيه سي بلوس دي بلوس هيت طب جميل يبقى تده ممكن اعتبر الهيت هنا تابع البرودكس والهيت هنا تابع الرياكتنس جميل لتعالي دلوقتي لو غيرت التنبريتشر لو زودت التنبريتشر في حالة الاندوسيرميك تمام يعني подписulos الإنداسيرمي هيمشي انا عند النهاية من ناحية من ناحيه connects ectones لأ زودت ناحية من ناحية reactants ضيدت ailment فممشي ناحية product ليس إلا احتضرنا حتة concentration لأ feudته فمن زودت ناحية الى الكافة من الرياكتنس لأتوى هتمشي ناحية product حتة مير opener تمام? فكده هيمشي ايه? فورورد. طب بالنسبة لهنا ده هيمشي ايه? ريفيرس. طبعا عشان هنا زويت الهيت والهيت هنا في البرودكت. فبالتالي هيمشي ايه العكس? طب بالنسبة لو انا قللت التمبريتشر. تعال كده نجيب لنفس اللون. لو انا قللت التمبريتشر هو مش نفس اللون. طبعا? لو قللت التمبريتشر فده هيمشي ريفيرس. وده هيمشي ايه? فورورد. جميل? جميل خالص. بس فده ايه? كل حاجة عن اه تاري هنرجع بتاع الكونسنتريشن. لو زودت الكونسنتريشن بتاع الكونسنتريشن اه الرياكشن بتاعه هيمشي ناحية اه ان هو يقلل الكونسنتريشن اللي تضاف. تمام? او يزود الكونسنتريشن اللي تشيل. ده على حسب انا اضفت ولا شيلت. اتحالة ان انا اضفت الرياكشن هيمشي في ناحية ان هو يقل الكونسنتريشن اللي تضاف. سواء كان عالم على الرياكتنس Him andar ناحية الylene هيمشي ناحية ايه? الطب لو كان عالا لو كان لو انا شيلت بقى لو انا شيلت من الركاثنس الرياكشن هيمشي عشان نزود للرياكتنس التانية طب لو عشان شيلت من الرياكتنس هيمشي في ناحية البيروect عشان نزود لايه ال였습니다. طب ده ايه بالنسبه بالنسبة للأفكت بتاع الكونسsemblyشن بالنسبة لل fazendo لو زودت tanto انا قللت المساحة. فدلوقتي بتاعيه يقلل عدد فهيشوف الناحية الكافة سواء الفورورد او اللي فيها عدد اف مولز اقل. في حالة الان تو سري اتش تو يديني انتهو ان اه اتش سري. عندي ناحية هي ايه? الاقل. جميل? فادية اللي امشي لها الرياكشن لو زات. طيب بالنسبة بالنسبة لها الرياكشن اندوسيرميك. فانا لو زودت الرياكشن هيمشي فورورد. ليه? عشان بحتاج هيت. بحتاج هيت في الرياكشن. فانا زودت حاجة من الرياكتنت اللي بتتفعل معي. فانا زودت الايه? العامل كأن الهيت ده كاتاليست في الحالة ديه تمام? فالهيت يعتبر كاتاليست. فانا زودت الهيت زودت الرياكشن. اه زودت الرياكشن فزودت الرياكشن خليته يمشي ايه تمام? عالعكس الناس اللي كانت تقول لك اه دايما اي تزاود الحرارة. لا. مش اي تزاود الحرارة. انت لازم تعرف بتاعك ايه اجزو ولا اندو عشان تعرف انت هتزاود الحرارة ولا تقلل الحرارة عشان يتفعها. تمام? يعني فيه او اه بتاعها بيزيد لما بتقلل الحرارة ومش بتزاودها. تمام? فده بالنسبة ايه? طب بالنسبة ايها ايزو فيرمك انا عندي بيبقى برودك. تمام؟ عندي زي اي حاجة زي كده. تمام? فانا بالتالي لو عملته في بيقة بردة فبالتالي لا هي بقى اه اي يبقى كده ال اه لو انا مسلا قللت اعشان اناkiye مشه فورة. عشان انا قللت حاجة طب لو انا زودت انا كده زودت الهيد اللي هيا حاجة من فكدا الا يمش ايه هيا الريكتنس جميل بس فتشوف الناحية اللي زايدة الناحية اللي اتغيرت اتغيرت بالسالب ولا الموجب لو بالموجب بتمشي عكسها لو بالسالب بتمشي ناحية تمام يبقى اه يبقى هنا بلاس بلاس تمشي ايه وز اه تمشي ايه اوبزت سوري تمام لو بلاس اوبزت جميل لو ماينس تمشي ايه تمام وز الالتجاه ده لو انا لو انا قللت البرودكس هتمشي ناحية لو انا قللت هتمشي ناحية لو انا زاودت هتمشي ايه عكسها لو انا زاودت البرودكس هتمشي عكسها وبس لكن كل حاجة لشابتر النهاردة اتمنى يكون كان شابتر خفيف ولزيز على اسمعيكم وان شاء الله ده مش اخر ولا اول حاجة اه من الحاجات التئيلة اللي احنا نشرحها كل اللي جاي هيبقى احنا بنتلع خلاص من المايكروسكوبك لو انت مش فامح اي حاجة في المايكروسكوبك فانت هتواجه في صعوبة كبيرة وانت تفهم كل اللي جاي. تمام? فريد تأسس نفسك كويس بالزاد في الشباتر زي شابتر اتناشر شابتر عشرة. آآ شابتر آآ حداشر. تمام? دول من الشباتر الاساسية اللي تأسس نفسهم. وطبعا الشابتر ثلاثة والجازة شابتر ايه خمسة. وبس ده كان اهم الشباتر اللي محتاج تبقى عارفة عشان تكامل معنا السلسلة اللي كانت. تمام? وآآ ده كان كل حاجة. وآآ كان معكم كيميستر جولد.